اشتركوا في القناة سعيط هل حالة هل حالة هل متى بالفلسطين ومسناه يحميهم وتعالى فهل ان الان في المنزل هاته هدى الهجرة يطلع عندها بالعربية يطلع منفيد En 2011، 1028 prisonniers palestiniens ont été relâchés en échange du soldat israélien Gilad Shabit Des prisonniers comme Salah Amouri ont pu rentrer chez eux mais plus de 200 de ces prisonniers ont été déportés à Gaza ou dans des pays voisins, en violation de la quatrième convention de Genève Certains des prisonniers ont passé 19, 24, 26 ans ou plus en prison Ils ne sont pas connus dans le monde contrairement aux soldats israéliens لقد يُرِيُّ دوني أمار، عباد، محمد، وفا، باسم، حمزة، لواي، سامير، أتا و توفيك لا يمكن لكي نصل إلى غذا في آر أو في مر بروري بروريه، يجب الكرام، من أسرال الغرية، لكي نساء محلوظ، ما لا يمكن لكي نحرق من أسرال الغراء، الكثير من أسلال الغراء، فعلى أسسرال الغراء، الكثير من حلوظة الغراء لا يمكن أن نساء المحلوظة وفحواه . مرحبا يتسان الوصول على الوصول على التعارب رفا ، الوصول على الهام . التعارب البيعيط . التعارب في مستحيل ، وممثل من المسافلين ، طويل أعبر ، مستحيل ، السبب التعارب في القرارب ، وفحواسر ، ومطابع ، ومطابع المستحيل ، ولكننا نضع عن معروفة لطفل الانقاء . وديو وضع ، ومن ثم يقوم بحاجة في المشاركين . مغفو! 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 وغير المدربة المعجزة قد يتعرف على وقت مباشرة وغيرها في المدربة المدربة لقد وقت في المدربة في المنزل في المنزل كانت تحرير مقابلة على ميزا في الواقع من قد اقتنقل ومتحرق ثم مجدد على سيساً للمساعدة في المدربة المتابعة في المدربة وليس مجددا. كان مجدداً لقد أقاربت إلى حزن حول حولها. مع هذه المناطقرة والمشاكل والعادة من أفضل مجدداً وعندت أصببت ومجدداً ومجدداً. وعندت أقاربت إلى تكن مجدداً. ومع تحويلة وإنسانة. أشعر أنهم تحاولون أن تحاولون محباً أو تحاولون محباً على أشعرهم. أنهم كانوا أشعرهم. ويستخدمون هذه الطرure من شرحة الإلكتران. وكذلك كانت تحاولون محباً. وأيضاً يستخدموا بعض المستخدمات لتجعلني أحياني ويستخدمي أحياناً عاماً للمشاهدة ويستخدمي أحياناً للمشاهدة أحياناً للمشاهدة المترجم للقناة التي تظهر أنها كانت مقاومة أخبرتهم أنهم يمكنهم استخدام أي طريقة من مقاومة عني لأنني أخذت من شيئاً مقاومة بشكل مقاومة أعتقالي كان سنة 2002 كان في عملية خاصة لوحدة خاصة تابعة للجيش الاحتلال تم اعتقالي من منطقة أغوار فلسطين وتعرضت لحظة الاعتقال لتحقيق قاسي استمر لخمس ساعات استخدم فيه الضرب العنيف في معظم أنحاء الجسد بلا استثناء وقعت في حالة إغماء لأكثر من أربع أو خمس مرات أثناء هذا التحقيق قطت جسمي تقريباً وجه الدماء في التحقيق هذا كل ياته أحد التحقيقات تم ابتزازي باعتقال والدتي واعتقال زوجتي واعتقال جميع إخوتي ومساومتي من أجل طلب اعتراف أو إقرار بما هم يتهمون فيه باعتقال والدتي لأمرها تقريباً سبعين سنة تقريباً في حالة إغماء لتحقيق ومساومتي في حالة إغماء لتحقيق هنا في غزة كثير من حمس حمس لتحقيق حمس لتحقيق هذه الناس ليس كثيراً يتحقق خلق ثم أمستحق قد يتحقق عندما أتحقق تحقيق حمس لتحقيق حدثين مع هدفقه استعداد من خلق سنة على حالة إغماء لتحقق تحقيق حسين هذه حدث قد يتحقق إلى سنة ثم يتحقق على حسين لمحيق ببقى في حالة إغماء أنت بغفق على الجدين سعيدة في 1967، الكثير من الكثير منك أن يجب سيكون Hinوانا نبعي وكل أكثر. إسرائيل تدريبا في صفرات غير مدنيك فراسية وتركيه أكثر منتجينيلكاثيين حلقة. دائمات أخرى من تجربات عبارة. وفا الحديث من قضت لفتا. هم يطالبون من المجلسات التي تسببها في المساورة ولكن للأسف، لأن الله سنقرر بدون ذلك ولكن لقد تمتشهده، وليست تفجير، لقد تمت تفجير لسببها لأن الغالي في السائل المساورة التي تتجب بالتفجير وفا سنستعود في حالة مجالة تتعرض بمثلات سنة في سنة بار وقت مدارة في سنة وعليين في علاقات عيليين المشاهدة لم يقالبين بيشانات في دقاء ويزيرها لم يقالبين على سنة دوما سنة وثنين مجالة تتعرض لها خلط من المشاهدة المشاهدة التي قمت بها عندما قمت بها وقت تبكي كانت تجرحني هذه المشاهدة كانت تجللها وقت مؤثر وفا دعيفة شعرت أنني ضعيفة أمام هذا الموقف هو عندما قام السجان الإسرائيلي باغتيار القطة التي كنت أربيها في العزل الانفرادي كانت عندي قطة جميلة كانت باستبرار تأتي إلى زنزانتي تتسلل وكنت أعطيها بعض الطعام وأعطيها بعض ما عندي من قوة يومي وأيضا كنت أشعر بأن هذه القطة تفهمني كنت دائما أتحدث إليها لذلك قاموا باغتيار هذه القطة وشعرت بغصة كبيرة وضعفت أمام هذا الموقف لأنني كنت عندما أضرب عن الطعام أيضا هذه القطة تضرب معي عندما كنت أتعرض للضرب تقوم بالصراخ هو كأنها تسمع أو كأنها تشعر بما يحدث لي لذلك تأثرت جدا على فراغ كانت نعم تشعر بأن أتعلق أنا أتعلق لا يمكنك إخبارك الكثير من المدينة وحركات للغاية بيسيم محمد الكورد محبوكي ويقوم بشدة 20 سنة ويقوم بشدة 20 سنة في هذه 20 سنة، يقوم بشدة 9 سنة كما ترحب في مناعي، في سنوات المع leaving ke وعدم المعنى، في سنوات المتجاوة وفي سنوات المعنى، في سنوات المعنى، في سنوات المزيد انتوا أيضًا في سنوات المعنى. speak with the use of the isolation during isolation. The results show that the usage to long term of isolation can lead to severe stochastic who have problems with sleep, depression, anxiety and even psychotic reactions such as visual and auditory feelings, the paranoid states, the disorientation in the time and the space. وقد أتتعفع عن المتحدثين في الحياة لن يكون هناك أي المشروع أخرجتهم من العزل فقط أن الأسرة سيضطرون إلى خوط إضراب مفتوح حتى يفرجوا عن الأسرة من داخل العزل وأضربنا عدة إضرابات وكانوا في نفس الإضراب يأتوا الشرطة ويعملوا يشووا اللحمة حتى نشم رائحة أشواء وكانوا يقمعوا الأسرة في الإضراب وينقلوهم من سجن إلى سجن من قسم إلى قسم وهو لا يكاد يستطيع الحراك تم تحام غرفتنا وهي غرف 48 وتم قمع جميع الأسرة عشرة بالضرب بالهروات بالأقدام حتى أن كل أسير مننا طلع إما مفتوح راسه إما مكسور رجله وكذلك يريدهم يكسروا عزيمة الأسير أنه أنت هنا بنحطك في زنزانة لا تتجاوز المترين في المتر ونص أنت حتظلك فيها العمر هذا أنت كما كانوا يقولون لنا أنت حتخمجهان أنت حتطلع ريحتك أنت حتطلع مش عارف العالم غير لو نظرت سجين يدخل السجن عشرين سنة لا يمكن أن يكون إنسان طبيعي ولكن عقيدتنا الراسخة كانت مكنت تدول الأسرة وعملوا من أنفسهم قيادة داخل السجن وعلموا الأسرة حتى الأسيرة الذي لا يأتي متعلم يخرج من السجن معلم لا تتعلم معلم موسيقى 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 شد اللحظات وكساوتها وكاسي يعني بتكون باعتبار انه بتكون لحالة بتكون لحالة بداخل التحقيق منعزل عن كل الناس عن الرفاق وعن الاصدقاء وعن الاضاء امامك مجموعة من المحققين يعني بيمارسوا كل الاشكال القمع الجسدي والنفسي بيستخدموا كل الاساليب طبعاً من ضرب من تعذيب من كانوا حمامات مية باردة مثلاً في الشتوية إلى مركز تحقيق المسكوبية يعني مارسوا مختلف اصناف التعذيب شواء الجسدي او النفسي لاجل انتزاع الاعتراف بشكل لا انساني وبشكل بمس يعني الانسان وبهينه بشكل متعمد بشكل مقصود باتجاه الاساء للانسان وحشره ونزه عن عالمه الخارج اللي كان يعيش فيه. فترة التحقيق من أصعب الأمور الممكن نواجهها السجين بس هي فترة محدودة وألمها بأيامها تتراوح بين ستين ومية وعشرين يوم بأكثر حالات صعوبة أنا كانت بالخمسينات كأنه ست وخمسين يوم هيك شيء ما كانش فيه تعذيب جسدي كان كل تعذيب نفسي وتهديد وشبح بتيجي مرحلة التحقيق بحطوله الكيس الشبح بتيجي عزل آخر فبيضيقوا تفكير الإنسان بخلوه ينحصر تفكيره داخل الكيس عساس يصير فرد ينفصر عن جسم الاجتماعي عن موجود حوله. العزل كان من أسليب الضغط الكبير على أشخاص معينين كيف يقدر قوته وكيف يقدر يقاوم هذا العزل الانفرادي بأنه يظل يشجع حاله أو يظل يستذكر ويتذكر لأيش هو موجود وهو بصار عدو صهيوني فلازم يصمد لازم يحافظ على عقله إلا أنه بكل المعيير ما فيش مجال إلا أنه يتأثر على الناحية النفسية بالنحية النفسية لأن أسليب من العزل الانفرادي يجعل المعيير من الضغط الكبير من الأسلام لأنه يمكنه أن أسليب أن يكون هناك من الناحية النفسية من الأسليب وبالنحية النفسية وفي الناحية يوجد من الناحية من 13 أو 10 سنوات من العزل الانفرادي Sur les 1028 prisonniers palestiniens libérés récemment, 767 sont rentrés chez eux sans condition, 55 sont rentrés sous condition de sécurité, 164 ont été transférés à Gaza et 41 exilés à l'étranger, vers la Turquie, le Qatar, la Syrie ou la Jordanie. Pour la plupart d'entre eux, c'est le bannissement pour toujours. Atta Falana est un de ces prisonniers. Originaire de la région de Ramallah en Cisjordanie, il a rejoint le djihad islamique en 1988. Il s'est fait arrêter en 1992 suite à des attentats contre des colons en Cisjordanie. Il vient d'être libéré après 24 ans de prison mais il est déporté à Gaza. Les détenus relâchés font souvent face à des problèmes chroniques de santé, tels que des maladies de peau, une fatigue extrême, de l'anémie et des problèmes de reins, des rhumatismes, des problèmes dentaires et des ulcères. Le manque de lumière naturelle, l'humidité entraîne souvent des douleurs articulaires. Parfois il y a pire, de la vraie négligence médicale pendant l'emprisonnement. Une fois libéré, Atta est allé à l'hôpital à Gaza. Ils ont découvert qu'il avait des artères bouchées et ils l'ont opéré du cœur avec succès. Et maintenant qu'Atta est libérée, sa mère va devoir encore faire de longs voyages pour rendre visite à son fils. Ramallah se trouve à 45 minutes de Gaza mais son frère, sa mère et sa femme ont dû passer par le pont Alenbi pour aller en Jordanie et ensuite en Égypte pour entrer à Gaza par le poste frontière de Rafa. Arhan Younes, nous rencontrons Jaber Wesha. Il est coprésident du PCHR, le Centre palestinien des droits de l'homme. Il a passé 14 ans en prison. Le PCHR a calculé que depuis 1967, 700 000 palestiniens sont passés par les prisons israéliennes, un adulte sur deux. Je suis un ex-prenant. Je veux dire que je veux dire que je veux dire un « fréquence de l'homme, qui a été élevé de la prison de l'Israël. » C'est élevé de la prison de l'Israël. Après avoir passé 5,261 jours. Jaber Wesha, la prison de l'Israël est éclatée. Les autorités israéliennes, les gouvernements israéliennes, ils ont dénoncément les policiers de l'homme palestiniennes de la communauté pour détruire la humaine, la honte de l'homme. exacerb Bi mainly due to a very severe systematic process of torture of destruction aiming to bring this detanee to feel regret and to feel sorry about the period of his struggle or her struggle against the occupation. هذا يجب العمل عزيزي على عزيزي على الانتفادر الأقل من يجب العلقاء جابر ويشا وطاوفيك أبو رايم صلتهم سأخذر جابر ويشا وطاوفيك أبو رايم جابر ويشتر يخرج مني جابر ويشتر في 1999 وطاوفيك في 2011 ويشترون لن نرى 15ه يشترونون اعتقلت في عام 1989 حكم علي مؤبد وعشرين سنة على انتماء لحركة المقاومة الاسلامية حماس وحيازة اسلحة وقيام بعمليات مدة الاحتلال انضيت من المؤبد وعشرين سنة ثلاثة وعشرين آن كنا في سجن تحت الارض في سجن الرملة شهدنا كيفية تعامل السجان مع الاسراء اللي كان عندهم حالات نفسية أو كذا كان اسوأها اللي هو نجيب بريس اللي كان هم مارسوا ضده يعني عملية كانت سيئة جدا ولم يتم التحقيق في هذا الامر بحيث انه كان تنت تكبيل ايدي وارجل ذلك الرفيق وكان فيه وضع لاسق على فمه وهذا شهدته انا في فترة عزل الرملة ثم بعد يومين اخبارونا بأنه انتحر لذلك لدينا أسرة أشبال الأسرة الأشبال السجار السل كيفية تعامل السجان مع هؤلاء الأسرة هذه هي من أحضرهم من التعريم أحضرهم من التعريم أحضرهم من التصال مع الهرم للمنظرية التصال مع هؤلاء الأسرة وكان هناك من أحضرهم منهم من قبل وعلا بحضرهم من الفيديو الطفل الأخير كان في بطني عندما اعتقل الوالد والبنت الأكبر كان عمرها ثلاث سنوات فكانوا صغار يعني التواصل طبعا في بداية الأمر كان يعني يسمح لنا بالزيارة كل أسبوعين فكنا نتواصل نذهب ونأخذ أطفالي ونذهب لزيارته طبعا وقد تنقل ما بين جميع السجون الإسرائيلية فيما قبل عشر سنوات بدأ ما يعرف بمنع الزيارات وهو ما يسمى بالأمني كنا كثيرا ما نذهب ونصل إلى معبر إيرز ثم يقولوننا بأنك ممنوع أمني وعود فكنا نرجع من إيرز طبعا بعد أن نكون قد خرجنا من الساعة الثالثة ونص صباحا وهم الآن تلمس فيهم أحيانا كأنهم أطفال لأنهم يحاولون أن يعودون شيء من الحنان الذي يعتقدواهم وهم صغار يجتمعون حوله ويقبلونه يكونوا سعادة بالأكل والحرب معه أم جبر weesha est la mère de جبر موسيقى لا يعرفتها لكن يعتقدها مابتوبة يتنجز مجتمع سنوات مجتمع أحبت سنوات وحبت 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 انتظر انتظر وحبت وحبت اني ما بترجعك انا بترجع الله وحكمك اللي حكمت انت ظلمت ابني انت حكمت وربنا برا بحكم الله بحكمك يا كافر انا ما برا الا بحكم ربنا وقمت قولت يا فلسطين وافرحي في شبابيك يرصاصنا في قلوب اللي عادي يفتح شبابيك يوم الكون تحيا شبابك يهج مع العدم ايابوا المناية وزغرتك هذا في قلب المحكمة عاوات قلت وحنا الفلسطينيين بنبل الريه يشروشنا في العرض نازل غني حلفنا بتراب الوطن ما نعيد الله فيه ندعس عرقاب الصاهيني ونأملها طريق هذا في وسط المحكمة لا بكيت لا صيحت لا 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 لما روحت على بريج من كثر ما زغرتت من كثر ما ههيت من كثر ما غنيت أجي الجران وكله يهيت الناس بيحبوا ضربوا جبر بيفكروا جبر طالعوا من السجن يوم انهم يدروا انه ما يخذ مدى الحياة يخذتي يا جبر يخذتي يا همراه الشو هذي مش في عقل همراه لغاية العشة غاية العشة وروحت الناس بعد العشة خشيت على خزان الجبري فيك شري في الشعق الفراسي أربعة لأم فلسطينية في داخل السجن طيب هذولة تميت عزقرتهم خمستاشر سن وكل يوم بقيت أطلع على سجن كل يوم وأنا هذي رضعته لأولادي إن كان نتنياهو عميد إحنا عامد ولا يمكن ولا يمكن إن نترك المقاومة غير الضل المقاومة في إنهنا وفي دينا وفي كله حتى نسترد حقنا وبيكون وهمي وبوهم كل الإسرائيليين اللي عاجوا لاجئين وحطهم في فلسطين بكون اللي هو نتنياهو وهمان وهم طول ما في مرأة فلسطينية بتحبل وابتلد وبتجيب أجيال بنرضحهم حليب البلاد بنرضحهم العناد بنرضحهم المقاومة وهذا قلت له ياهلا المخابرات قلت له هذي فلسطين أصحابها مش أب بتغني بعالاليها بتغني بعالاليها بتغني بعالاليها هذي في يوم الهنبي صارت لغني وهميها تغرب يا لصاص الظوار عرب الشوى نوحيها